ملف اخر اعلنت لجنة التقافة والاعلام البرلمانية عن تقديمها مقترح قانون لحجب عدد من الالعاب الالكترونية التي تنعكس سلبا على مستخدميها نعلن ان لجنتنا قدمت مقترح قرار نيابي استنادا الى نص المادة 59 ثانيا من دستور جمهورية العراق سيعرض للتصويت في جلسة مجلس النواب يكون ملزم للحكومة والجهات المعنية وينص على نظرا لما تشكله بعض الالعاب الالكترونية من اثار سلبية على صحة وثقافة وامن المجتمع العراقي ومن ضمنها التهديد الاجتماعي والاخلاقي على فئات الاطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات وتأثيرها السلبي على المستوى التربوي والتعليمي اولا الطلب من الحكومة حضر وحجب كل ما يتعلق بممارسة هذه الالعاب الالكترونية او المتاجرة بها ومنها لعبة البوبجي والفورتنايت ولعبة الحوت الازرق او الالعاب الساندة والمماثلة لها كونه يهدد الامن الاجتماعي والاخلاقي والتربوي والتعليمي اشتركوا في القناة